تعتبر القهوة الثاني أكثر سلعة تداولاً في العالم بعد النفط هذا بفضل مفعولها السحري في تزويد الإنسان بالطاقة والنشاط حتى أصبحت تسمى بالذهب الأسود ولقد أصبح تناول القهوة يومياً وخصوصاً في الصباح من التقوص العالمية لدى غالب الناس وازداد محبوها لما تحتويه من مذاق وطعم مميز نحن هنا بنستورد نعب من إيطاليا هو فعلاً ممتاز جداً أكثر زبايننا الصبح بيجوا ويطلبوا السيبرسو كتير منهم بيطلب السيبرسو في كتير الفرنش كوفي والفرنش كوفي هو لذيذ جداً بينضاف له هذا النط هذا النط هو بندق بنستورده برضو هو يعتبر أفضل مشروبين في الصبح السيبرسو والفرنسي ظلت صورة القهوة كمشروب دار صحي محل اتفاق عالمي إلى أن جاء في الثمانينات فريق باحثين من النرويج ودقوا أول مصمار في نحش هذه الصورة حيث أعلن أن القهوة تساهم في التحدي لأمراض الكبد وبعد ذلك توالت الدراسات التي أنصفت القهوة وأثبتت أثارها الإيجابية المتعددة لصحة الإنسان لأنها تتكون من نسبة عالية من الكافيين وهو عبارة عن مادة منشطة لعقل ومنبهة لخلايا الدماء وفي اليابان توصل مجموعة من الباحثين إلى أن مادة الكافيين مادة تحارب أمراض عدة حيث تزيدنا قدرات الذاكرة وتجنبنا من نوبات الصدار وتساحل عملية التنفس لمرضى الربو وتقلل من مخاطر تكون حصوات الكلا وتحسن من آداء الكلا في تنقية السموم وتحارب الزيادة في الوزن إذن العلم جعلنا ننصف مادة الكافيين ونكتشف بأنها منجم من الفوائد ولكن هذه المادة كغيرها من المواد حيث تسبب آثار سلبية لدى أصحاب ضغط الدم المرتفع فعند تناول كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة يرتفع ضغط الدم من ساعتين إلى ثلاثة ساعات وإن شرب أكثر من أربعة كوف اليوم تعرض الشخص لإلى الوفاة المبكر لبرنامج حياتنا ابتهال أبو جداي المبكة المكرمة اشتركوا في القناة